وخلال مدخلة هاتفية في رشرة سابقة قال سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتقطيط العمراني إن جميع المشاريع التي يتم تنفيذها هي استكمال لمشاريع سابقة طبعا كل هذه المشاريع نستكمل ما بدناه من مشاريع سابقة حيث تم الانتهاء من تطوير أدد من التقاطعات والشوارع الرئيسية كان آخرها تقاطع الفاروق بحلته الجديدة مع بداية هذا العام أيضا هذه المشاريع الخمسة تشمل تطوير وتشجير أدد من التقاطعات مثل ما ذكرته والله يسلمك أصغرها كان التقاطع من سلمان بمساحة 30 ألف متر مربع وأكبرها تقاطع شارع الشخيسة مع شارع الشخ سلمان وهذا يعتبر واحد من أكبر التقاطعات بمملكة البحرين حيث يقدر مساحة بـ 220 ألف متر برطة أيضا أود أن أشير هنا طبعا نعمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة في عملية اختيار الأشجار والمزرعات الصديقة للبيئة وهذا شيء مهم بالنسبة لنا بما يتناسب مع المناخ وأيضا تخفيض درجات الحرارة كذلك بعد الانتهاء من هذه المشاريع خلال العام القادم سوف يتزيد مساحة التشجير والمسطحات الخضراء للتقاطعات ما يقارب 500 ألف متر مربع طبعا هذه كلها يأتي ضم برنامج وخطة تشجير العوام 2021 لبرنامج عمل الوزارة ترجمة نانسي قنقر